كل الشكر التديري لكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة طبعا على هذه التصريحات فوز مهم وصعب جدا الحقيقة كابتن ايمن في ذل ظروف بتمر على فريق الانادي الاهل من غيابات وإصابات وده يمكن نهاردة يعني طبعا المباراة زي ما كابتن سيد قال لآخر ثانية الآخر دي لابد ان احنا نقاتل بشكل كبير جدا الكرة بتيجي في ثانية وجوم بييجي في ثانية وهي دي اللي احنا بنراهن عليها كالعادة مع فريق الانادي الاهل مستمرين معاك يا كابتن ايمن طبعا ومعنا الحقيقة لأول مرة كابتن محمد شرف طبعا بدار الفريق الانادي الاهل كابتن شرف نهاردة ببركلكو طبعا على الفوز ظروف صعبة جدا محيطة بالفريق إصابات عديدة احنا مش هنقول مبررات لكن ده الواقع كابتن شرف الحقيقة اللعيبة تستهيل الشكر والتقدير على المجود الكبير جدا فريق المحلة فريق مميز جدا حتنا في الأجواء شايف الفوز نهاردة ازاي والفوز بمثل النادي الاهل الحمد لله طبعا ماتش صعبة وإحنا كنا عارفين من قبل المقران فرقة المحلة فرقة شارسة ومن الفرقة اللي بتقدي ببروعة عالية في 90 دقيقة طالعين طبعا من يعني من اخفاق في كس عالم بعدين بطولة افريقيا اللعيبة الدولية واللعيبة الكبيرة بتاع النادي الاهلي بتشايلة الحملة ده فأكيد ماتش الزمالك كنا نتمنى انه هو يطلع بشكل افضل من كده لكن هي دي كورة وإحنا يعتبر الشرط الأولاني يعني ضيعنا لنكسب السهل في الشرط الأولاني طبعا بنشتغل على الموضوع البدني لفترة الراحات للعيبة النهاردة كنا عايزين نكسب ونأكد من الشرط الأولاني قدرنا ناخد اللي احنا عايزينه من المباراة لكن طبعا احنا بيواجهنا اصابات كبيرة جدا عدد يعني فرقة وزيادة لكن ان شاء الله بإذن الله الهدف اللعيبة كلها بتكلم عليه بطولة الدوري بنقفل صفحة ونفكر في اللي بعدها ان شاء الله الفترة اللي جاية مع ريتمر الموتوشة ان شاء الله سيبقى فيه راحات أكتر ان شاء الله الأداء هيتحسنوا احنا ان شاء الله يعني أنا كجهاز مبسطين جدا مرضودنا مسلا في ماتش الزمالك هنقول 45 دي النهاردة أكتر فإحنا كل ما بتزود عدد الوقت اللي بيقى فيه اللعيبة في أداءهم وأكيد لما هيبقى فيه مرضود بدني والراحات بتاعتهم هيلعبوا بنفس مفتوحة الدنيا حتتغير ان شاء الله بإذن الله الحمد لله وفرقة المحلة فرقة محترمة جدا والحمد لله خدنا ثلاثة بنت صعبين نهاردة الحمد لله كيف تشرف من المدربين المخلصين الحقيقة والتوقيت والثقة الكبيرة جدا المجلس الإدارة توجدك في الجهاز الفني مع الكابتن سامي وصام مسؤولية كبيرة جدا لكن هم دول ولادين النادي الأهلي في ظل الظروف والتوقيت الصعب جدا بيبام معدنى المدربين النادي الأهلي فترة صعبة وفترة مهمة جدا السقة دي بتمثل اللي كابتن شرب بالنسبة للمجلس إدارة النادي الأهلي أكيد طبعا يعني بيتي طبعا النادي الأهلي متربب فيه من أني عندي 8 سنين في أي مكان باشتغل فيه في النادي الأهلي سواء في الناشئين في الكبار بتأدي على أكمل وجهه ودايما تكون إضافة في المكان اللي انت فيه طبعا بشكرهم على السقة الكبيرة دي وإن شاء الله بإذن الله أكون سبب ولو بسيط في إن شاء الله بإذن الله أن يكون فيه تغير في الفريق الأول دايما متعودين من لعبة النادي الأهلي وجمهوري النادي الأهلي أن إحنا بنقف جنب جنب الفرقة وجنب أولاد النادي وجنب النادي إحنا محتاجينكم فعلا في الفترة دي أن أنتوا تبقوا في ضهر اللعيبة أكتر كلامي بقى إيجابي أكتر للعيبة اللعيبة الموجودة دي كلها نفسها تبقى أحسن لعيبة موجودة أحسن أداء يطلع منهم لكن لازم نلتمس العزر لمعظم اللعيبة ولازم نشيلهم في الوقت اللي إحنا محتاجين نبقى دايما في ضهرهم إن شاء الله الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله تبقى أحسن إن شاء الله شكرا شكرا مبروك بنشكر أكيد الكابتن شرف طبعا مداري فريق النادي الأهلي فوز مهم جدا بارك لفريق النادي الأهلي بارك للجهاز الفاني بارك للمجلس الدارة منتظرين القادم إن شاء الله خلاص المبرأة انتهت تغلق بما فيها من نتيجة وأداء وفوز عندنا مبرأة مهمة جدا هي مبرأة بيرامز في كأس مصر محتاجة حسابات خاصة وظروف خاصة جدا المنتظرين إن شاء الله كل الجهد من العيبة النادي الأهلي ويا رب إن شاء الله بإذن الله زي ما شفنا الأداء لآخر ثانية إن شاء الله النادي الأهلي حق في مربأ بيرامز فوز وأداء يصعد كل جمهور النادي الأهلي شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم أحمد